تم التعرض للسدودة ذي عنده أكثر من 73 عملوا أربع سدودة وين مذكرهم؟ أنه باش نعملوهم في المناطق التقليدية لين موجودة السدود أقصى الشمال والشمال الغربي وهنا سؤال مطروحة عن السدود اللي عنا نسبة الامتلاي لحد الآن 31% معناها نبنوا في سدود باش تبع بفارغة خاصة أنه خريطة توزيع الأمطار وأمام تحاولات المناخية تتبدل الأمطار الأخيرة منذ آخر مارس لليوم أغلب الكميات الكبيرة هي في مناطق الساحل معناها الوسط والجنوب اللي ما فيهمش راتيكمه أمطار كذلك اليوم حتى كناخدوا بعين الاعتبار أنه السدود كطريقة لتعبئة الموارد السطحية طريقة كلاسيكية بدأ العالم يتجاوزها لأنه ما هي إلا مجرد فضاءات لتبخر المياه أمام ارتفاع درجات الحرارة واليوم احنا في تونس إذا كان ناخدوا معدل الشمس وارتفاع درجات الحرارة أكثر من 7 أشهر معناها والحرارة مرتفعة في الصيف ارتفاع كبير نسبة تبخر كبيرة وبالتالي من غير المعقول باش نبنوا سدود وفي الأخر نجمعوا شوية ما كان ثمة معناه في الأخر نتبخر أذك عليش اليوم أنا تمنيت أنه الطرح يكون طرح جديد وطرح جديد ونفكروا ونبحثوا في حلول أكثر جدوى إما أنه نمشوا للمناطق اللي تجي فيها مطرات كبار كما اسفاقس كما المناطق الساحل مرفات في المستير كانت أكبر ولاية شهدت أمطار فترة بداية مارس ولكن كلها مشبت السباخ ومشبت البحر اليوم مهم جدا أن نفكروا في سدود ولو ظرفية معناها في مناطق الجنوب كتجي حملات كبار اللمو ما يمكن تجميعه ويتساعد برشا المناطق بيك على مستواء معناها تخفيف الضغط على المواعد الجوفية العميقة اللي جاعدة تتعرضي لعملية ضغط كبير في ظل شح الأمطار وفي ظل انحباسها ثميا نفكروا في السدود الجوفية اللي ما تطلبش استمارة كبيرة لكنت نجمة وصل كميات كبيرة تعماء إلى المواعد المائية وقت للظروف الجيولوجية التصمع وهذا ما يسمى أنه أحسن خزان وأحسن سد للماء هو المائدة المائية نسبة تبخر السفر ومحمية من التلوث وبالتالي اليوم يلزمنا نوع من إبداع معناها جديد في عمليات تجميع مياه الأمطار اللي اليوم عبئت ميترو كب في سد دينار ونص لكن ليت ميترو كب من مياه البحر يتكلفنا مبدئين ثلاثة دينارات لثلاثة دينارات وخمسمية الكلفة الطاقية كبيرة ونحن عنا عجل طاقي كبير وعجل ميزان التجاري تعنا كل عام معناه يشهد عجل أمام ارتفاع المتواصل للمحروقات ما خدمناش على مستوى الطاقات المتجدة والطاقات البديلة بيش نجموا نخفوا الضغط الطاقي ذك عليش اليوم عنا ببرشة حلول اليوم نخدمها الساعة قبل ما نمشو إلى تحليف مياه البحر إلا للضرورات القصة